رَضِّي أَقِيلْنِي عَفْرَتِي رَضَّهُ وَأَقْبَلْ تَوْبَتِي مَوْلَى يَا إِنِّي تَايْبُونَ لَا لَنُعِيدَ الْكَرَّتِي خليفة الله أفضل منا في كل شيء متعلق بالله في كل شيء وبمراتب لا يمكن أن تتخيلها كمثال نحن نسهو في صلاتنا وننسى وكذلك خليفة الله والبعض يراها نقطة تساوي بينه وبين خليفة الله في الظاهر لكن شتان بين سهونا وسهوة جاء في كتاب عقائد الإسلام للإمام أحمد الحسن عليه السلام وبالنسبة للصلاة فقد يتسبب التركيز على ذكر الله والخشوع في الصلاة بنسيان عدد الركعات وبهذا فقد يكون من نسى عدد الركعات التي صلاها أفضل ممن ضبط عدد ركعات صلاته دون ذكر وخشوع إلى أن يقول عليه السلام بل في الصلاة حتى طول الانشغال بفعل من أفعال الصلاة يؤثر على ظهور الفعل الآخر للمصلي فطول السجود أو الخشوع في الذكر عند شخص قد يؤدي إلى عدم تذكره لعدد الركعات التي صلاها لأن دماغه انشغل بالخشوع والتفكير بالله عن التركيز على حساب عدد الركعات فالخشوع والانشغال بذكر الله يرفع من نسبة احتمالية نسيان عدد الركعات التي صلاها المصلي وأكيد أن الأفضل الانشغال بالذكر والخشوع حتى وإن أدى إلى ارتفاع احتمالية حدوث نسيان عدد الركعات وأكيد أنه لا خير في صلاة لا خشوع فيها حتى وإن ضبط المصلي عدد ركعاتها أيضا في الطواف مثلا شخص خاشع ومنشغل بذكر الله وبالبكاء أو يطوف ببطء شديد يمكن أن يغطي خشوعه وانشغاله بذكر الله أو المدة الزمنية التي يغضيها في الطواف على تذكره عدد الأشواط التي طافها فيسهو على التوقف عند الشوط السابع فيدخل في الثامن انتهى كلامه عليه السلام فتخيل حتى سهو الإمام عليه السلام في صلاته أفضل من صلاتنا الخالية من السهو بالأصح الخالية من الخشوع حتى سهو الذي نحن نراه مساوي لنا فهو أفضل منا بمراتب بل ممكن أن لا نستطيع فهمه وكنا نتوقع أننا نعرفه سلام الله عليكم حجج الله وخلفاء الله في أرضه ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة